سلام عليكم ورحمة الله من اشهر الاشياء للناس ممكن انها بتشوفها بتتعرف عليها والسماعة دي عبارة عن جهاز دي بنقله الصوت وتضخيمه بهدف مساعدة المعاق سماعيا على استفادة من البقايا السماعية الموجودة عنده عنده بقايا سماعية بيحاول ان هو يستفيد منه عن طريق السماعة طيب والسماعة دي بتكون من خمس اجزاء عندنا المقفون ومضخم الصوت والمستقبل ومفتاح التحكم والبطارية كل ده موجود في السماعة والسماعة المفتوضة ان احنا بنكون عليها كشف دوري وفحص دوري كل فترة من حين الى ايه الاخ اخر حاجة هنتكلم عليها اليوم وهي ان في بعض الاحيان في بعض الاطفال المعاقين سماعين بيحبوش يستخدموا السماعة متضايق منها بيفصلها بعض الاحيان يفصلها وهكذا طيب مباما لا يكون حاجة مقالب السماعة مناسب لفتحة القناة السماعية الخارجية السماعة مهوش مناسبة مع القناة السماعية الخارجية وده تعبوا خليها شعروا بعدا بخليه مدهي منها مش مرتاح التهاب الصوارنة وغشاء القناة السماعية الخارجية وبما لا تتنسب السماعة وطبيعة ايه الصعوبة وببعض الاحيان بتعمل تشويش في اذن من المعاق سماعية ترجمة نانسي قنقر